أخبار برضو بتحاول تزعزع استقرار الفريق لقينا النهاردة مثلا يعني مش عارف الواحد يتكلم في المواضيع دي ولا ما يتكلم ولا ما أنا عارف وحيات ربنا بس لازم هتكلم فيها عشان جمهور النادي الأهلي يتعمل اتحاد الأفريقي اللي كرة القانون بيقولك الكافي يعني بيدرس رفض اعتماد قائمة الأندية الأفريقية اللي المفروض تشارك في بطولات أفريقيا النسخة القادمة واللي بعثها اتحاد كرة القدم وهي مشاركة الأهلي والزمالك في دوري الأبطال أولا أولا وفيوتشر في بطولة كونفدرالية ودوري الأبطال يبقى دوري أبطال من غير النادي الأهلي والنبي والنبي ده كلام ده كده دي من غير مشرح حاجة ده بيني وبينكو كده كأهلوية تخيل كده دوري أبطال أفريقيا من غير عملاق أفريقيا الكاف نفسه هيخسر بالمناسبة يعني آخر ست نهائيات أنا ما بقولش أي كلام آخر ست نهائيات الأهلي لعب منهم كام من 2017 لـ 2022 النادي الأهلي لعب خمس نهائيات دوري أبطال أفريقيا خمسة من ست بطولات خدنا منهم اتنين ووصلنا نهائي أو خدنا تلاتة كمان واخسرنا اتنين خدنا اتنين واخسرنا تلاتة أنا آسف تخيل حضرتك كده أفريقيا كلها يعني أفريقيا كلها هتزعل عن أن النادي الأهلي مش موجود ده مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم فطبعا دي كل هذه الأمور والله يا جماعة أقسم بالله دي كلها شائعات الغرض منها فقط فقط أن النادي الأهلي يخش بمباراة يوم لعبة النادي الأهلي تخش بمباراة يوم الخميس القادم وهي بتفكر في مئة حاجة تشتيت 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 ده اللي ذاته غطى أنه هناك بعض الأندية بتعترض على هذا الأمر كل واحد حره كل واحد بينظر لمصلحة ندي من وجهة نظره من إمتى يا جماعة بس الكلامت من إمتى يا جماعة الكلامت فالحقيقة هناك بعض التسريبات اللي جاية أو اللي طالعة من اتحاد كرة القادم لأنه الناس بتقولك الفرق يعني اللي بتحاول تعمل الخصة أو الشوشرة دي بتحاول تعمل كده ليه لأنه بتقولك عدلة عدلة إيه هو العدلة إن أي فريق يطلع أو يصل إلى دوري أبطال إفريقيا من غير ما الفريق الثاني يكون مكمل مباريات لعب مباريات قدك مثلا يعني هي دي العدلة هي دي العدلة اللي حضرتكم تبحثوا عنها يعني ولا أنا مش فيها ولا العدلة إن أنا أخد آخر حاجة حصلت فيها وتعادلت فيها المباريات اللي هي نقطة اللي هي نقطة نهاية الدوري الأول وبعدين السؤال يا جماعة ما هو قائمة الفرق المصرية المشاركة في بطولة الأفريقية معمول بيها بقالها أربع سنين يعني بقالنا أربع سنين بنختار كده هو إيه اللي حصل السنة دي طيب وهو لما حصلت كده السنة اللي فاتت من الاتحاد المصري والاتحاد المصري أرسل اسم المصري للمشاركة في الكنفدرالية في حين نسموها هو صاحب المركز الرابع المعيار اللي حضرتك بتتكلم عليه أنا لعبت 17 مباراة زي كل الفرق ومع نهاية الدور الأول النادي الأهلي يا حق له المشاركة في بطول الدوري أبطال إفريقيا مش بس كده أنا كمان لعبت كل الفرق القوية زي مالك بيرامتز فيوتشر سموحة فلو زي ما حضرتك بتقول عايز القائمة ترسله من وتروح للكاف يوم واحد وثلاثين حيكون فينا ظلم للأهلي لأنه حيكون فضله مباراة مؤجلة أمام الإسماعيلي يا جماعة والله إي ده عبس عبس الناس عملة تقول أي كلام في أي كل واحد طبعا معربش أنا خلينا أتكلم على النادي الأهلي مش عايزة أدخل نفسي في القصص ثانية لكن هل العدالة أن أنت تروح تلعب في دوري أبطال إفريقيا للأهلي سيده للأهلي سيده أو متسيده كمان هو سيده ومتسيده هي دي العدالة أنت تروح تلعب بمباراة أقل هي دي العدالة هل ده كلام يتقال وبالمناسبة هو النادي الأهلي الفريق الوحيد اللي كان متأجله أكتر من أربعة مباراة طبعا ما حدش هيفهم الظروف دي لأن ما حدش وصل زي ما النادي الأهلي وصل لأنه لم يشارك أحد الأندية المصرية خلال أو منذ إنشاء كاس العالم للأندية وحتى الآن إلا نادي واحد بس مين من ألفين وكم من ألفين ولا ألفين واحد ألفين واثنين لغاية دي الوقت مين دي دي الأهلي حضراتكم بتزيدوا على إيه طب سيبنا من كل ده وفقا لقوانين الكاف بيعتمد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية وفقا لإيه لما يقرروا أو لما تقرروا للتحادات الأهلية ودي حاجة الكاف مش بيدخل فيها يعني اتحاد كرة القدم بعت الأربع فرق أهلي وزمالك في دوري الأبطال وبيرامدز وفيوتشر في الكنفدرالية ما هو ده اللي هيصل زي ما حصل خلال الثلاثة أربع سنين اللي فاته كافة بيدخلش لو ادخل عايزينه ليه يدخل ليه المراد أنا مش فاهم ولا هو أي حاجة في أي بطاطس قبل مباراة مهمة وخلاص وبيني وبينكم يعني الواحد بيشوف زي ما بيقول لحضراتكم الموضوع ده تحديدا أنا بس حبيت أتكلم في الموضوع ده علشان حضراتكم تعرفوا إيه اللي بيحصل مع النادي الأهلي خلال هذه الفترة هو فيه كده في الدنيا حرب شرسة من كل الاتجاهات كل ده عشان إيه عشان كل نادي الأهلي بياخد بطولات أفريقيا وبياخد دوري وبياخد كاس وبياخد حتقول لسلو ما خدش الدوري السنة اللي فاتت يا سيدي بلاها الدوري السنة اللي فاتت أنا واخد اتنين واربعين بلاش الدوري السنة اللي فاتت أنا اخدت أفريقيا ماشي ولعبت في كاس عالم ماشي أنا لو قفلت النادي عشر سنين تاني حقول الكلمة دي تاني لو قفلت النادي عشر سنين اللي جاي حيبقى يعني حنفضل ونمنا وصحينا ما حدش هيعدي النادي الأهلي برضو والله ما بستخفش ولا حاجة دي الحقيقة اشتركوا في القناة